اشتركوا في القناة انا جيت في اطار سلوك حضاري قانوني اللي كيقم بأي مواطن مغربي لأنه أنا مثلا من لغانتقاس ولا أنتي ولا هو ولا أي واحد ولا أنا نضر ناس ولا واحد يضرني فالتوجه السليم والسلوك الحضاري اللي خاصه يدار وأنه كيتوجه للقانون مش كون درك عوتاني لا واحد تيكتوكر يعني زادت فيه سبتني سبت أولادي سبت لي موية في القبر قيني الوحش حدود فأنا إلا كانوا المغاربة قدامكم من خلالكم خلال عظلمان مباركة نقول لهم إلا كنتوا كانت ترضاوا لكل مغربي وكل مغربية حرة أنه يتعرض للسب والقدف والتنمر يتسبوني يا والدية ويتسبوني أولادي وأجبكم أنه نسكتوك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً غزالة ديالي أهلاً إخواني كيف أنتوما لبس عليكم اليوم غادي نتكلمو على سعيدة شرف الفنانة القديرة اللي قالها مشكلة مع ميمي المعروفة بمريم مريم العساوي هاد يعني هاد البنت اللي كنا نقول بأنها هي مريدة بالتوحد وعند مظاهر ديال التوحد أو طيف التوحد ومن لي شفت هاد اللقاء ديال شوف تيفي مع سعيدة الشرف لاحظت بأن يعني كي نستياء شديد من طرفها وأنها يعني تعرضت من الكلام مش غير من عند مريم هي تعرضت من الكلام ومن يعني التنمو من طرف بعض القنوات والسب والشتم وبثاف ديال المسائل اللي سأت من هاد البنانة القديرة اللي كنحترموها وكنقدروا الفن ديالها وكنقدروها كمرأة صحراوية من ثلاث الصحراء المغربية بأحسن تمثيل لكن احنا ما نبغوهاش تعرض من الإهانة وما نبغوهاش تعرض للإساءة وحتى واحد ما عنده الحق أنه يتطاول عليها ويعرضها من السوء فاحنا كنعرفوها إنها إنسانة واعية إنسانة قديرة فنانة معروفة عند أخلاق عند حضور الشاب المغربي و الجمهور المغربي كيبغيها حبا جما يعني وحد الحب لا يصف حتى إن كان هناك بعض الناس اللي ما كيبدلوها شهد الحب ولكن الأكثر يكيبغيوها فاحنا كذلك كنقول لها احنا ما نبغوش واحد يسئلك احنا كنبغو أن المجتمع المغري بيكون عنده واحد صورة جميلة يكون متحبين بينتنا واحنا كننشوفوك بأنك كنت نموذج جميل للمرأة المغربية اللي تدخلت في الصلح ما بين أسماء بيوتي والحمات ديالها وكنا نفخورين بك والآن كذلك كنت نطلبوك أنك تسامح مريم لأنه عنده مرض توحد وهي غير مسؤولة عن تصرفتها ولا لحظة الفيديوهات ديالها أنها عنده نوع ديال عدم المنطقية حتى في التعامل مع المواضع فالخروج ديالها والكلمات اللي أساءت إليك فأعتبرها إنسان يعني خرجة إلى الإرادة ديالها والتسامح في هد الأيام ديال العواشر كيف كان نقول إحنا ولقاء رمضان على الأبواب ربي سبحانه وتعالى غير جازيك وانتي غير تعطي واحد صورة مثالية للمرأة المتسامحة اللي كتعفو عند المقدورة ديبع عندك يعني فرصة أنك تعفو عن مريم وتطوي هات الصفحة وتخلي الشعب المغربي اللي كيبغيك أنه يزيد يقدرك ويزيد يعني يحترمك لأنك قديرة و يعني أهل لنا هذا القدير فهذا طلب مني ومن الجمهور المغربي اللي حتى هو كيطلب منك أنك تسامحي مريم وتطوي هات الصفحة ديال الشيكايات وتعودي لحياة ديالك الطبيعية على الأبناء ديالك وكنت من الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ لك وليداتك ويتغمد أمك بالرحمته الواسعة في هذا العواشر فأنتين غتقدمي له هدية هي هدية المغفرة والعفو هالأيام في الرجب فقدين خليكم مع واحد الموضوع ديال اللي عفو وشنو المزايا ديالإنسان اللي كيعفوه عند الله سبحانه وتعالى فخليكم ما تنسوش من دعم القناة واشتراك إلى عجبتكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد الاحتكاك المستمر بيولد حرارة وشرارة مش بس بين الأجسام الصلبة لكن كمان بين البشر واختيار العفو هو عبارة عن حالة من التقبل والتوقع إن اللي قدامي ده بشر والبشر مش كامل وبالتالي من كثرة المعاملة اليومية هذا النقص اللي في البشر هيطلع منه غلط الغلط ده أنا متوقعه فأنا مش متفاجئ إنه غلط فيي أو أثر في حقي أو هزر هزارة بيخة أو قال لي كلمة ممكن تمس كرمتي أنا مش متفاجئ ده بني آدم وأنا عارف كده واختيار العفو هو خلق النهاردة اللي هنتكلم عن الكنوز اللي ربنا أعدها لمن اختار العفو مش حلقة لصناعة إنسان ساذج طيب طيبة تميل لترك الحقوق الدائمة إنما هو تشجيع لصناعة إنسان واعي قوي اختار العفو رغم قدرته إنه يحمل الأحزان ويحمل الغضب ويدعف صلاته على الشخص اللي أذاه وحقه لكنه اختار بمنتهى الوعي إنه ينزل على كدفه هذا الغضب وهذا الحزن ويسامح عشان مصلحته عشان يهدى وعشان مصلحته لإن ربنا أعد كنوز كتيرة للشخص اللي اختار إنه يعفو ربنا سبحانه وتعالى عارف إن العفو اختيار مش سهل عشان كده خلاه فضيلة وليست فريضة على كل واحد تظلم إن يعفو ربنا بيقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إذن هو إحسان والإحسان ده شيء زائد على الفريضة ليس فريضة مش بس كده ده ساعات ربنا سبحانه وتعالى يخيرك إنك تاخد حقك أو إنك تعفو رغم إن اختياره إنك أنت تسامح قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر اختيار ربنا واصبر وما صبرك إلا بالله ويقول ربنا سبحانه وتعالى إن اختيار مش سهل لأن في بعض الأوقات في بعض المظالم اللي في الحياة مش قادرة سامح يا جماعة أنا مش وحش فربنا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور مش سهل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أعد كنوز تلاتة غالية جدا عنده في الدنيا وفي الأخرة لمن اختار العفو ومش هتعرف تختار العفو إلا بحالة من الوعي زي سيدنا عبدالله بن مطيع لما امراته بتقول له ما رأيت ألأم من أصحابك لا يأتوننا إلا في حال الغنى والقدر على ضيافتهم ثم في حال العجز يتركونك ده كلام ده يجيلك وقت ما تكون معك فلوس ومتيسرة ويسيبك وانت مزنوء قال هذا من كرمهم يأتوننا في حال القدرة عليهم ويتركوننا في حال العجز عنهم بيريحونا وقت ما يكون عندنا بيجوا ولما يحسوا أننا مش قادرين بيريحونا عشان ما يكسفوناش هو قرر يشوفها بالطريقة دي حالة من الوعي خلته ينزل الغضب والحزن اللي ممكن يبقى جوه الإنسان لو فكر بطريقة معينة في المظلمة اللي حصلت فيه وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أعد ثلاث كنوز لما نختار العفو لما سميتها النهاردة الخلق ده اختيار العفو كنز الأولاني هو حصول عكس ما تخاف منه انت خايف من ايه لما تسامح تبقى ضعيف ومذلول قال حصول العزة وده الكنز الأولاني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بيحلف كتير ولما يحلف النبي لو سمحت ادي بقى ودنك وقلبك عشان النبي بيحلف على أشياء القسم ده أصلا من ربنا وسيدنا رسول الله بيوحى إليه بهذه السنة قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لو كنت أقسم لأقسمت عليهن ما نقصت صدقة من مال فتصدقه لما يجي في بالك ان الفلوس هتقل بحلف لك والله ما هتقل اللي بيتكلم سيدنا النبي فتصدقه وما عفى عبد عن مظلمة بص يرجو بها وجه الله إلا زاده الله بها عزة شوف القسم ده وشوف مص الكلام محدش هيختار العفو واختياره ده عشان يطلب ما عند الله إلا وربنا هيعزه شوف قمة الوعي وما عفى عبد عن مظلمة يرجو بها وجه الله إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد على نفسه بابة مسألة إلا فتح الله عليه بابة فقر الأخيرة دي لو حد بيطلب من الناس هو عنده سؤال التكثر عايز يلم اللي عند الناس هو مش محتاج إلا فتح الله عليه بابة فقر فاختيار العفو الكنز الأولاني ربنا هيعزك ولو بعد حين وهيعلي مقامك وانت خايف ان لو انا سمحت يتقال علي ضعيف الكنز التاني وهو كنز انت عارفه بس عايزك تشوف نص النبي المرادي بشكل مختلف صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال أيها الناس ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم الله صبحت ممكن حد يوقف جنبي يقول لك فلان ولا فلان دي ما يستحقش انك تسامحوا كذا مرة يعمل الموضوع ده أيوة ما أنا نبهت واستردت حقي لو في حاجة تسلمت مني مش قادرة استحمل انها تسلم مني بس بعد كده سمحت سمحت ونزلت الغضب والحزن من علىك تافي لأن المنطق اللي انتوا بتتكلموا دي ان ده ان أنا ما سمحش إلا اللي يستحق انه يتسامح لو اتطبق علي مع ربنا ممكن ربنا ما يسامحنيش لأن ربنا اكرمني ووسع علي وهداني وعمل عصيب نفس النعمة وكل ما يوسع علي عصيب نفس النعمة ما أنا ما استحقش فإذا كنت عايز أنا ربنا يرحمني ويسمحني على حاجات بصراحة ما استحقش انه يسمحني عليها إنما هيسمحني كرم منه فأنا هسامح كرم مني وبالتالي اللي عايز ربنا يسمحه على موبقاته وصغائره وكبائره يسامح الناس في موبقاتها وصغائرها وكبائرها وإن لم يستحقوا فقال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم للي عايز ربنا يسمحوا أما الكنز التالت والضخم جدا جدا اللي ممكن تحصل عليه في الدنيا ما تستناش للأخرة ألا وهي أملاك في الجنة لا تعطى إلا للعفو اللي اختار العفو سيدنا النبي قعد مع أصحابه فابتسم دحك كده قالوا له تتحكي يا سيدنا النبي فقال صلى الله عليه وسلم من رجلان جثى على ركبتيهما بين يدي الله فقال أحدهما يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي حسن هو أخوه ولا أريبه ولا اتنين من جاوزين أي أن كان فيما ود خذ لي مظلمتي من أخي فقال رب العالمين أعطيه مظلمته فقال يا رب لم يبقى من حسنتي شيء فقال المظلم يا رب يأخذ من سيئاتي فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم يود الناس أن يحمل من أوزارهم ما يحمل الناس عايزة تتخلص من أوزارها ثم قال سبحانه وتعالى النبي بأبي يكمل الحديث فقال سبحانه وتعالى انظر إلى الجنة بيكلم المظلوم فنظر فوجد أملاكا في الجنة عظيمة فقال لأي نبي هذا ولأي صديق هذا ولأي شهيد هذا قال لمن يملك الثمن قال وما الثمن قال عفوك عن أخي خدها بقى دلوقتي الأملاك دي مش بس هتتاخد لواحد بيعفو هناك طب ما تعفو دلوقتي وتركتب لك الأملاك دي لأن تمن الجنة العفو عما ظلمك في أيامنا وحنا في بيوتنا بنتخانق مع بعض ستات مع رجالة إخوات مع بعض أرايب شركاء في الشغل وزماين احتكاكات يومية عدي عدي عشان الأملاك دي قال أبي عفوك عن أخي قال قد عفوتوا عنه قال أخذ بيدي أخيك وادخل للجنة فأملاك في الجنة لا تعطى إلا لمن اختار العفو عشان كده كان سيدنا علي بن أبي طالب بيشجع على العفو عشان الكنوز التلاتة العزة في الدنيا ومغفرت ربنا والأملاك اللي في الجنة وكان بيشجع عليها من وجهة شوف العفو الوعي بقى واختيار العفو قال إذا قدرت على من ظلمك فاجعل عفوك عنه شكرا لله على قدرتك فدي كانت كنوز كل واحد تخلق بهذا الخلق اختيار العفو اختيار العفو